طيب من ضمن القضايا التي كانت مصرحة للنقاش الدائم والساخن في التداعيات الأيام الأخيرة وهو الموقف جنوب أفريقيا بطبيعة الحال وموقفها النبيل العظيم والدعوة القضائية لرفعيتها في محكمة العدل الدولية ثم ما تابعته عيون العالم كله وخصوصا العرب للمرافعة العظيمة الرائعة المدهشة النبيلة اللي قدمتها جنوب أفريقيا عبر ممثليها ووكلائها ومحاميها في محكمة العدل الدولية ثم الرد الإسرائيلي اللي كان يمتلئ برائحة العطن والعفن لكن برضو الناس تبعيته ولا شك ثم تداعيات ده كله بقى من أصوات تغني على سلالم أو تهتف وبتحيي وتدعم أحفاد مندلة لكن ترى أن الدول العربية وطبعا المعني بالموضوع كله فيه سواء في الهتاف أو في الشعار أو فيه التويتات والتغريدات الوردة على إكس وغيرها من معنى مصر فلما يعني نتأمل بقى المشهد فيما يخص محكمة العدل الدولي وفيما يخص تدعيات المرافعات وفيما يخص ردود أفعال المجتمع العربي واللي يخصني هنا المجتمع المصري عايز بس يعني أتوقف عندي أكثر من نقطة هنا أولا نقطة نقطة مهمة جدا وهي نقطة هو ما فيش ليه دولة عربية رفعت القضية دي وجنوب أفريقيا هالي التصدد لها ده معناها أن احنا يعني طبقا للهتاف أو الشعار أن احنا يعني لا نصل إلى مقدار وعظمة أحفاد جنوب أفريقيا أو أحفاد أسف مندلة طيب رقم واحد الجلستين بتوع محكمة العدل الدولية دي أظن أنه بعدهم بعد الساعات التي مضت في هذه المرافعات أتصور أنه أكثر الأمور وجوبا هو أن الناس تشكر مصر لكن وهو لك ليه تشكر مصر أن كنت قد تعجبت أو استنكرت أو استغربت أو استنفست أو استنفرت لأنه أنه مصر هي يعني هي الوحيدة اللي قامت بحاجة ذات قيمة ذات يعني دلالة كبيرة جدا من الدول العربية في هذا المشهد كله المشهد وكيفت العدل الدولي لها فضحت كذب إسرائيل أمام العالم بالكامل لما إسرائيل تقولت وتكاذبت وقالت أنه مصر اللي هي المسؤولة عن المساعدات وهي مصر المسؤولة عن معبر رفح وهي ما بتدكلش وحاجة تنصل رخيص يليق يعني به المواقف الإسرائيلية السياسية الدائمة على الساحة الدولية طب يا جماعة العالم كله الأمم المتحدة وأمين عن الأمم المتحدة والأنروا ونظمة الصحة العالمية واليونسيف وأعضاء مجلس الأمن اللي جوهم الدائمة العضوية الدائمة العضوية للتلاتاشر اللي جوهم لأنه ما جاش أظن بتاع الجلطرة ولا بتاع أمريكا كل ده ولا فرنسا يمكن إنما أمريكا اللي ما جاش كل دولة جوهم خضروا المعبر وشافوه مفتوحا وشافوه مشاكله وشافوه وشافوه مصر وضرها وشافوه وطول الوقت تصريحات من كافة أنحاء الكرة الأرضية ترفض موقف إسرائيل في إنها بتعطل دكل الشاحنات إنها بتشل دكل الشاحنات إنها فلما بيطلع ويتقول محام إسرائيل ويدايع على مصر ذلك على طول عالم كله بيكشف ده كذب حتى لو مش مصدق حتى لو مصدق بقية الأقويل الإسرائيلية كذبة دي المعلانة المفضوحة الرهيبة تسقط كل يعني دعاويه إلا طبعا الإخوان وبعض من يلف لفهم من اليسرجية وممن يرقصون رقصة الطنورة مع الإخوان أو من ناس أنا متفاهم قد دي إنهم مجروحين ناس طالعة من السجن بقالها سنوات فيه وناس يعني ممنوعة من الكلام أو محتجزة عن التعبير أو فبينها وبين النظام المصري خصومة حولوها إلى خصومة شخصية ما يقدرواش يفصلوا يعني وعندهم نوع من الرغبة الانتقامية وتصفية الحساب وبتاع فبيركبوا ركوبة إنه مصر مقصرة علشان يتابوا النظام المصري يعني ماشي يعني أنا يعني لا أوافق على ذلك ولكن أتفهموا إنسانيا يعني وإن كان هما برضو من جملة الأفكار والنفخ بتاع إنه إحنا وقفين المعبر ومشفتحين المعبر كل هذا السخف الشديد اللي بيتقال فيه كذب الناس مش عايزة يعني مش عايزة تسمع الحقيقة ومش عايزة تصدق الحقيقة وعايشة جوة كذبتها ليه؟ لأنها كرهة للنظام ماشي أعمل لها إينا دي بقى يعني مش راح لها زي إنه الكراهية حاجة كراهية زي ما أنت عايز لكن الحقيقة حاجة تانية لا مش مهم مش مهم الحقيقة أصلا هو مين في العالم العربي ده مهتم بالحقيقة أساسا أنا مش عايزة في حد مهتم بالحقيقة كله عاد مهتم بحقيقته بتمنيه بأفكاره هو بالتصوراته هو إنه مش معني خالص بالحقيقة وإلا كنا في موضوع تاني تماما كنا معينا في مقدمة الأمم إنما عندنا المسؤول عايش في حقيقته عايش في تصوراته الخاصة السياسي عايش في تصوراته الخاصة كل واحد عايش بمزاجه يعني على حسب هواه فبتخدع مين بإيه؟ يعني فالإخوة دولة بقى عشان تفصل ما بين يا جماعة أنتوا الكلام يعني مش معجبين بالدو بالنظام المصري مش بتعرضوا الرئيس بتكرهوا ده موضوع بتاعكم مشاعركوا قراءكوا زي ما أنتوا عايزين إنما ده إعلاقته بالحقيقة لأنه اللي بيتقال ده جنان إن مصر أفلى المعبر ويالا العار مصر بشاركة في الحصار إيه ده؟ ما هذا العبث يعني إحنا ناخد المجموعة كلها يعني مؤمنة بهذه الأفكار وتردد مثل هذا الكلام ونشوف لها أكبر جلسة علاج جماعي لأن الموضوع محتاج تايك كثيرا بفعلا محتاج علاج جماعي لأنه مش معقول يا جماعة كذبة كديرة جدا بتكذبه على نفسكه بشكل مذهل يعني أي حد في الدنيا يعني أي بنياء أي طفل في العالم عارف إنه أي معبر على الحدود له فتحتين بوابتين ممرين من الحدود الدولة دي بتمشي تخرج منها بتخدش في حدود البلد التالي كنص الموضوع مش فاهم إيه بقى إيه المشكلة في الحكاية إزاي نشرح لكم إنه الشاحنات تدخل فبتتعرض لتفتيش إسرائيلي بيعطلها ويوقفها أو يمنعها فين؟ في مصر؟ لا في الأرض المحتلة بلناش علاقة مصر بالشاحنات داخل طب لا إزاي حتى لو متعطلة في الأرض المحتلة حتى لو إسرائيل موقفاها دخلوها بالعافية إزاي ندخلها بالعافية؟ إزاي دخل يعني قول لي ديوقتي إزاي ندخل من سيد براني عندنا مثلا في الحدود مع ليبيا أي شاحنات في ليبيا بالعافية قول لي إزاي إزاي يعني يعني دلوقتي قدي المعبرة هو بطلع منه بالشاحنات بتاعتنا بالعربات بتاعتنا بخش على الحاجز اللي تبع الأرض التاني الدولة الأخر هخش فيها بالعافية إزاي يعني فيه أمن وبليس جيش طيارات دبابات وضرعاء ينيلة وقفة هنا أخش فيها بالعافية إزاي أقتحمها يعني يعني المطلوب إيه نحن نقتحمها ندخل الشاحنات بالاقتحم نحط عليها سواريخ ونخش بقى يعني نخش حرب يعني مش فيها يبقى ما تعدش بقى تزيف وتخرف وتهرف اطلع قولينا يلا نحارب إسرائيل لا ما تقوليش بشاركة في الحيصار لا يا سيدي أنت على رأيك قصدك أنه إحنا نخش في حرب يلا نحارب إسرائيل يلا نحارب إسرائيل بس وربعي نقعد على القهوة هناك بقى نبقى نطلب حجرين بعد أن نطلب بالحرب مع إسرائيل إنها مشاركة في الحيصار يعني إيه وليه يعني بزمة أبوك ليه نشارك في الحيصار يعني إيه ليه مصر تمنع المساعدات عن الشعب الفلسطيني في غزة ليه هنكسب من أم ده إيه ما هنعايزين ناس عقلة بقى مش كله جنان وكله اهتفى كله ناس خايفة تتناقش أصل قال دي قللت الأدب أصل الألسنة دي مش عارف إيه أصل التير اليساري إيه أصل دولار مجموعة الإيه مش معقول يا جماعة